اشتركوا في القناة هو فوزي عبدالغني اللاعب اللي بصمع لما صار متميز رفقة الوداد الرياضي وبفضل المؤهلات الكروية العالية اللي كيتميز بيها فوزي خدمه تقاتل بوحده وواجه تحديات كبيرة في الحياة خلاته يحترف مباشرة في أوروبا حاجة اللي ما كانتش سهلة وما كانتش حض أو صدفة في المصار دياله البطل ديالنا صنع الاسم دياله بحروف من ذهب في أوروبا وفي أول تجربة احترافية ليه مع صاريخ جيماريش فيتوريا وتم تلقى عروض كثيرة من فرق أوروبية كذلك لعب في الاتحاد السعودي والخور القطاري وبقت المكانة دياله محفوظة في الدوري المغربي ولعب في العديد من الفرق أبرزها كانت حسنية أقادير المغرب التطواني والاتحاد طانجة اليوم فوزي عبدالغني غد يفتح قلبه ويحكي لنا على المسيرة دياله وأبرز المحطات اللي عاشها وهو بطل أولا ناس محمد رحيم يعني البداية ديالي جميع كجميع اللعابة وخيرا أنا عندي واحد كانوا هن صعوبات بزاف لأن أنا في الصغور ديالي أنا ما كنتش كنتش تلعب كورة مهم تلعب كورة في الزنقاء ولكن كان الوليد الله رحمه مكتي كنتش تيخليني لعب كورة أصلا يعني ماش تنقوله يعني من بعد أنه توفى واللي تناي انتجهت للكورة خديت الراحة ديالي في الكورة كنت صغير ديالي الساعة وجو يعني كنت واحد كنت واحد هالجمعية دياله روجي بلوند في فارق ويداد البيضاوي ويداد الرياضي اللي جو تماما وقلبوا وصولوا لديه صغار شكون ليكين وكنت أنا من بين الأسماء يعني اللي طاحوا عليهم تماما وجيت جيت هنا يعني عندي واحد خمسطاش العام ولا ربعطاش العام آآ الحمد لله يعني آآ مع ذا كان صعوبات لأنه من المدينة اللي كان صغيرة صعيب 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 أنه كان باش تلعبي يعني في فارق اللي كبير تحديت هنا تحديت هنا كلش تحديت صعوبات تحديت كل شيء لأنه اللي كان حتى الدراسة ديالي كنت خليتها وكنت جيت للفارق الويداد الرياضي ودخلت للسونطر ودك سعوة خبق ما كان للسونطر الاوال وكان غير واحد البيت كنا سكنين فيه من بعد تبني الصونطر وبقيت في الصونطر أنا يا تماما آآ الحمد لله يعني البداية أخرى كانت صعيبة يعني في النهاية يعني تم نحمد الله ونشكو يعني في النهاية وصراحة عشان قول لي كدرت يعني فين فين قايت الراحة ذاك الرأس ديالي فتاقيش هنا يوقيش هنا ثمان صراحة أنا مع فارق الويداد الرياضي أنا فز بشي بطولات وكانوا أقل بطولات اللي كانوا اللي كانوا صعاب يعني من بعد واحد تلتاش العام أنا الويداد ما ما فز ببطولة ديال دوميل سنك دوميل سيس فكنت مع فارق الويداد الرياضي ومن بعد تلتاش humidity سع وثانين وفز نائل هنا لبطولة يعني كانوا حاجة بطولات مع الويداد الرياضي اللي كانوا وهو شي 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 Yeحاجه بالنسبة لي اللي اللي الا peanuts من بعد فا مشيت الاحتراف يعني في 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 طوريكي ماريس يعني في بورتغوال فحقق سع وثانين نتائج للذوينا وكنت راهضين عليهم يعني من يعني بان أي أي ماش كنت اللعب مع بحل أي ماش كنت اللعبوا مع بورتغو كنت مارك عليهم ولا التي من سيد بيلانتي أو اللي مهم كانوا مارشات كبار كتنكون فيهم زيان في بورتغال من بعد أن نمشي إلى الاتحاد السعودي تأولي كان قدمت مع واحد الموسم الكبير يعني كما كانت الإصابة كنت غذي ندوز معهم سنوات وسنوات ولكن الحمد لله على كل حال جات الإصابة وغيرت غيرت تحتل يعني التوجه ديالي بزاف وليس ما مقيت شناية ذلك اللعاب اللي كان نورمال فالإصابة كانت أطرت علي والحمد لله من بعد رجعت المغرب وبقيت بشوية بشوية عبت مع فورق مغربت أطوانين اللي اللعبت معها كوب ديموند وخايا يعني ما مشيناش في ذلك الكوب ديموند اللي أندي مشيناش مزيان ولكن الحمد لله كانت مشاركة يعني مشرفة ما الجمهور خرج الناشط مشينا ببيلانتيات وصرنا بعد مشيت التانجات الشهور خريب قاز الشهور من بعد عبت تاني قلت نروح ديالي عبت تاني في حسنية أقادير يعني في العام التاني اللي كنا ندو بطولة يعني كان الفارق دل النقطتين يعني احنا ولو داد خمسين وكانت تحت تانجة واقعي لاتين وخمسين النهار ردت تحت تانجة البطولة فكنا صراحة كنا في ذاك العام ديال الحسنية قادير كنا ندو بطولة وكنت تاتس ما لقيت الراحة ديالي وقيت فوزي عبالغاني يعني في ذاك السنة الأخيرة والصراحة على عرض اللي كان جاني والساعمي كنت باقي في الويداد باقي قسعي في ليجون قسعي الله ما يم قول سنة الأولة والتاني يعني مع مع السنور وجاء عرض ديال دورتموند اللي كنت غادي نمشي إليه وما ويعني كان ضروف مسيرين كان طالبوا فيها فلوس لي بالزاف الكبيرة وانا واختا كانت في الويداد ما تناخد تاشي هاجا مو ماشي ندمت يعني الحياتية قادير بيشوف الرزق ديالك يعني فين كان غادي وده كمشي يتم قاع ومتة ولا تواعدتي ولا شيء يصابة اللي اللي تكون خيبة قاع وتنهي المشوار ديالك وما ما مخصكش تندم على شي حاجة واخا يتبقى فيك شوية الحال ولكن مخصكش تندم على شي حاجة لي جابة الله يا ديك وتت الدوس كان جاتني دورتموند عند كسعة كنت لعبنا تور نوى ديال اللي كنا في الالمان وكانت اي صال وكان وكان وكنا لأعمال ديالي جا وجا عند المسؤولين هنا وجو وعندينا المسؤولين لدورتموند كان جو عندينا اللوطين اللي كنا فيه فدك تور نوى اللي كان في زيتون اللي كان فدستهchine ساعة واقعي لا واقعي ما اعقلش واقعي له gegangen كاك 20-23 عام 2021 ومعما ذاك ذاك بحل ده السينة دا وما كتبش الله وخدا كن سنة يعيشت واحد دوره في الي دي الساعة دوس واحد السنة يعني كمتان قول ذاك سنة بيضاء لان درستي علية ما حل ما لعبتش مع الويدات بقى دك شي مؤطر عليها في الدماغ ديالي ما كان لطبيب نفساني ما كان لكسع على تشي حاجة قلت مؤطر عليها تل العامة والتاني اللي دينا في الشمبيونة ده دوميلديس وسأللي العقد ديالي ودكسعها مشيت لي بر والصراحة ان الحلم ديالي انا كنت كنت نقول دريس صغر مني كنت باقى مجيش الويدات انا اصلا كنت نقول لهم دوميلديس اغلي اللعب في المنتخب كان الحلم ديالي انا اللعب في المنتخب والحمد لله في دوميلديس تحقيق لي ايديك الحلم ديالي انا يلعب في المنتخب فلاكرنا الحلم ديالي مملكي انا في مدينة صغيرة وصعيب باش تلعب كورة سما صعيب باش يشوفوا كعبد الله وتلعب كورة واحتى الكتله دفاعكкра 유قاف ثلاث لهم صعوبات باش توصل لواحد وحد فارق اللي بحل بحل ويداد الرياضي ولا بحل فرقة كبيرة فالحلم ديالي нравني كان عندي انا اللعب فارع كبير كالويداد الرياضي الحمد لله تحقق الحلمrie لول صغير انا اصلا تنقول لهم دو ميل ديس غادي نلعب في المنتخب المنتخب الوطنية والحمد لله ساكن تنقول لها غاد تكون عندي ذاك فانت سانك فانت كاتو يعني را غادي نطوال شوية غادي نصحاح شوية ايدا بالمستوى اللي في انا في صغير لك تبعت اللونترينمون را غادي نكون في المنتخب وبالفعل مع الخدمة ومع ذاك الشي دو ميل ديس لعب في المنتخب الحمد لله صراحة جمهورة الفريق الويداد الريادي لا لا يعلالي صراحة جمهور الكبير وينير صراحة مارا هم اللولين صراحة دوزنا الجمهور مع اندي وحد اخرى ولكن جمهورة الويداد شي بقى هو الطوب شي بقى والنمبر وان صراحة ماذا اغنية عندك؟ اما كنت في تيفي اما خفل بحال الاغنية اللي كنش عندنا اللي بقى تطرد الهان ديال الحامرة والبيضة مونامو الفكتورة ليروتور فكل استادي نوضلو سقصي وعلينا في المدون بعد بحال الاغنية ديال الويداد كانت عندي في الجيل ديالي وباقى داباتت باقى بقى الناس تيرضوا صراحة في دونهم شي حاجة اللي بقى سي عندي ونهارتا نسمعنا دابان تحس براسة تترجعني هاد الاغنية ترجعني شحال ديال دومين كيني كيني بزاف كيني بزاف ديالاغاني اه وكيني هاد الحمراء والبيضة مونامور صراح هدي يطب صراح تدع جبني بزاف هيا حتى تشبه وحال ديال الدبولوم ديالي بحال داب باقى 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 ان المارس تدريب باقى ما نقيتش ديالبياء زرع من باش فين فينت مارس دابة باقى ما كينيش دبان فينتمارس باقى باش موشي لويداد تتلقى مكوشي عامار تتلقى بزافة الحويج انا خصناخسنة كينشي إلا كانشي كلب زرع ما عندو عندو سياسة ديال تكويليزوينة ۖ عندو واحد عندو كمتن قولو عندو واحد سنوات ديال ولدي مشروع مشروع دل التكوين مشروع دل التكوين أنك تتكون وتبدأ وتخدم وتكوي وتمشي فقا ما كيش تتمشي تخدم شهر شهرين ما تقدر ما يخلصوك شقعه وتمشي في حالاتك تتقع توسخ في صورة ديالك وتوسخ ع عو تاني في كل شي إحنا الحمد لله كنا ولدات ديالنا كنا ولد الجيران هنا أوقات ما مشينا للبحار و كنا مشينا شي تير من لو شهر عجل تندرو له لدون نظام تخير نوهم ذاك اللي تعلمنا حتى تستطيع الشيء اللي تعلمنا هنا نريد أن نشد مولا مع ولدة ديانة والغير هنا. فالحمد لله باما دوزنا بأي و الحمد لله راني ندافع يعني فات الشار ان شاء الله ندوز دي بلاي بأي و ان شاء الله يكون خير. لما لا ان شاء الله نشد فرقات احنا دوزم ديفيزيون لاننا الحمد لله لعبنا القراء و لدينا باقاج لنا حد الرأس لعمر الحمد لله. ودووزنا مدربين اللي كبار ولعبنا مع العباء صراحة اللي كانوا تاوما بحل المدربين تاوما فتيران فتايتها التجربة دمالي دووزنا وخالت تجربة صغيرا قدرنا نفيدو بها الدراري ان شاء الله من مستقبلهم والصراحة ساهمنا في النجاح ديالي نستقرى العائلة فهو صراحة نتنصى عن اي لعاب انه اللي بغي يعني يزيد اللي بغي يخدم اللي بغي يعني يبقى اي في كرزة ما غير في القرى دياله انه سواء نكون تستقرى عائلي زواج يعني احداه ولما كانت اللي حتلمت زوجتوا اموه يكون يكون وديدي احداه يكون أخوته احداه واخوته احداه لان ذاك العائلة تيارة تتحميه وتتعطي ذاك اللعب بالزرد اللي حوج فتاهم استقرى العائلة فاشي حاجة الطبيعية ديك الشي حاجة الطبيعية انه غتزيد من اللعاب انه يعطيه وزيد انه يجداد وتنشوفو احنا لاعبين كبار يعني حتى في اوروبا من التي يكون واحد خلال يعني في العائلة يعني اللعاب حتوته يتدمر يعني شنا دي برون دابا مع بلجيكا كان وقع عليه واحد سيناريو يعني مع الحارس يعني اللي حتوته بلجيكا وقع عليهم مشكي كبير دي برون كانت يلاعب تشيلسي قدموا واحد الموسم كانت تخلىوا عليه دابا يلا استقاروا وادي وادي ولا دابا من الاحسين اللعباء يعني في في العالم والصراحة يعني تنقول شكرا يعني الاول حاجة يعني العائلة ديالي الصغيرة والكبيرة اللي صراحة اللي يوقفوا معا يعني من من البداية ديالي احت الزوجة ديالي فالحمد لله يعني من لي جيت الويداد انا كنت مع الزوجة ديالي الحمد لله لي ساعداتني واحدة العائلة كبيرة اللي كانوا الاخوان ديالي الكنودازو يعني تحتوما دا زوكواريا ويعني في المستوى وتعطل النصائح اللي كتيرة فاتنقول لهم شكرا بزاف شكرا بزاف شكرا بزاف قعل المعطيرين اللي تستعنهم يعني في النادي الويداد الرياضي شكرا للجماهير الويدادية الجماهير المغربية كاملة اللي قال لي لعبسي معهم وغالفرق اللي اللي لعبسي معهم شكرا للمدربين كامل شكرا للناس اللي أمنوا بي وشكرا لإحتلية أنا اللي أمنت ببرازي أنني غدي نوصل وتنشكركم على الاستضافة هدي وشكرا بزاف ومرحبا بيكم في أي وقت ويداد الشوهده كل يام ونت بخير خمسة وتماني الشمع من نفسان ترنت ساد لعن السانس جلو سطورة ليستوار بلات موقع